أيضا تخص نادي الزمالك دونجا هيبقى جاهز بشكل طبيعي لمواجهة برامدز الأولى في السوبر المصري تعفين دونجا كان خرج من معسكر منتخب مصر بسبب إصابة عضلية هو هيعمل برنامج تأهيله هيخلص بعد ثلاث يامه هيسافر مع الفريق بشكل طبيعي للإمارات وهيكون جاهز تماما للمشاركة في أولى المباراة ده فيما يخص دونجا فيما يخص جوزيجو ميز الموديل الفني لنادي الزمالك فجوزيجو ميز رفض مشاركة سيف جعفر ومهاب ياسر في تدريبات الفريق الجماعية هو خلاص أبلغ نادي الزمالك أنه هو قرر راحلهما عن الفريق في الانتقالات الحالية سيف جعفر اللي اتدرب النهاردة بشكل منفرد هو مهاب ياسر قابل هذا الأمر بزعل وغضب وحول الأمر لإدارة نادي الزمالك اللي طلبهم ببيع نهائيا الفترة اللي جاية كلام كان عن عارض سيف جعفر لا سيف دلوقتي عايز يتباع بشكل نهائي من نادي الزمالك بعد الموقف الأخير من جوزيجو ميز ترجمة نانسي قنقر